بسم الله الذي علمه بالقلم علم إنسان ما لم يعلم والسلاة والسلام على خير معنم الناس خير محمد رب الشيح لي صدري ويسل لي أمري واحل العقدة تم اللي ثانية فقه قولي السلام عليكم عاملين ايه اتمنى يكون فيديو البان الاخير يكون حلو كده وجميل وبإذن الله محاضرة النهاردة زي حلوة ان شاء الله اه الفيديو اه في جانين تعاقب صغير الفيديو معد الساعة بتاع البان بصراحة ما كانوا هدته اجذبش عليكم يعني هو ما عد الساعة اه طوي عد الساعة بس انا شايف ان الساعة دي مش حاجة يعني بالنسبة للبان اه اصلا يبان في افكار ومهم وفي شغل ناس بتاع الشغل يعني اللي هو اعصاب وخلايا عصابية فيه كلام فيه كلام محترم يعني فانا مش داخل يعني فافتح الفيديو اه لو ايه لو هادش وهم لاش والفيديو هاشرحت البان في تلك ساعة ده ايه الفضيع ده ده ايه الجا مدان ده ده لا ده كله يدخل يشوف في الفيديو ليه تل ساعة بقى وشرح في البان بكل افكار لا اجذب عليك ان ان بتعيده الزيت في المعلومة وترسم طبا اكا ممكن اعوريكم الرسم الرسم اصلا كت في الورقة الجهزة اصلا بس عرسم بتاع تاني بايدي عشان ارسمها معكم فالفيديو يعني كون ان الفيديو طول ده شيء مش يعيبه بالعكس شيء يبين بيوضح الافكار انت بتعيده زيت يعني انا راه يعني انك انت في عنا بعد الفيديو انك انت عادت زاكر اصلا انت في الاغلى بعد الفيديو مش روطي زاكر انا عدت وزدت في المعلومة اكتر من مرة فالفيديو بسيط واللي بعتلي على الخاص خار بني التلخيص اصلا انا شاف الدنيا بعينيه كده خلاص خلصت يعني يستحس يكون كلابها بايدو طبعا انا بحد يبعتلي على الخاص وتسابه كده اخد مني التلخيص لان كنت عامله يستحس يكون كتبوا بايدو يعني يكتبوا تاني بايدو كده انا عامله والله في فورية كوريس الرسم عادية كوريس الرسم كبيرة واخد ورقة منها وكتبها التلخيص مش حاجة يعني فخلينا في محاضرة النهاردة. هناخد البادي ميكانيك. ايه البادي ميكانيك ده? والله قبل متاعف البادي ميكانيك عايز اديك فكرة بس عن المستقبل كده. طبعا المستقبل يعني هو الا الله اعارف. بس يعني فكرة كده في العموم. لما حضرت تشتغل في مستشفى اششفت مسلا تمان ساعات. وبعدين. على مدار شهر. تلاتين يوم. على مدار عشر السنين. شوف كم ساعة. لا لا ساعات ساعات يعني انت مبلغ من الساعات ما شاء الله ربين دينا وديكم تلات العمر. طب لو افترضنا اني ادي السريب تلعيان. ودي العيان التاني. ودي العيان التالت. وهنا هنا طبعا في عين. في شخص هنا في شخص في شخص. وحضرتك كل تمال ساعات انت مش مش نايم فيهم ودعم انت. لا انت بتلف العيانين وكده. فانت هنا بتمايل ظهرك. هنا بتمايل ظهرك. هنا بتمايل ظهرك. بتمايل ظهرك. اه. بعد شهر اصلا هتلاقي نفسك ظهرك تعب شوي. طب بعد عشر سنين. انت انت ضاعت خالص. ظهرك ده لأ. مفيش ظهر اصلا. دنيا بازغ عندك. عندك ارهاق. اعضاتك تعبانة خالص. هتلاقي نفسك ان ممكن لو كم ان انت بتشهل بتشيل حاجة او بتلافي حاجة. طب ايه فايدة المحوضة النهاردة. هنعلمك زي توقف صح. اه. اني حركتك هتكون مدروسة حرفيا. انت حانين هتدس حركتك. بعكس ده كمان في الكتاب يقولك في 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 انت واقع في توقف ازاي. لما تقعد ازاي. هترفع حاجة من ارض ترفعها ازاي. هتزوق حاجة مش هترفعها ازاي. هنتكلم بازل الله في الموضوع ده. طب ايه بتاعتنا? والله هناخد خاصة اللي انا قلتها دي يعني. هناخد مع بعض. هناخد المهمة جدا جدا جدا. دي دي اللي هو يسموه ايه الكور بتاعت المحاضرة. اللي هو محور المحاضرة. دي يعني دي مهمة خالص. شبه الجنرال تحسة شبه الجنرال شوية بس لا هي برنسابول هي الاهم. اللي هي المبادئ بتاعتنا. المبادئ في الباضي ميكانيك. وانا اخد ال جنرال اه وانا اخد التكنيك. التكنيك فيها الصفاء ده شوية بس نشار صفيض يعني. بسم الله نبدأ. طبعا نسيت اه اه. زي كل مرة احنا نبدأ بقيت الكورسي صورة الاخلاصة مع استين. تفضل. اه بسم الله. الديفنيشن. بقولك ايف الديفنيشن? بيقول لك والله هو افشانت يوز اوف بادي. تو بيديوس موشن. اغفن. سننقف كويس. بيقولك هو ايه افشانت يوز دي? والله دي معنا الاستخدام الفاعل. الاستخدام الفاعل. لايه? اوف بادي جسمك. لايه? كل كين ما بتفهمها. لايه? تو بيديوس موشن. عشان اعمل حركة. انت بتستخدم جسمك استخدام الفاعل يعني بنتج عنه شيء حدث فاعل. الفاعل اللي هو الحركة. ازا احفظ ما يحت دي. زي افشانت يوز. اوف بادي تو بريديوس موشن. الاستخدام الفاعل للجسم لكي انتج حركة. تمام. حفظ الصحة دي. ادخل على باقي التعريف. بيقول لها بقى كده زي منتنس او بادي. سواء او كنترول اللي هو يعني ايه? اللي هو الحركة اللي هم بعمل لها من الجسم دي. دي ايه? ايه الحركة دي بقى? والله بقول لك ان دي تؤدي الى. زات. اللي هو اصلاح. او اللي هو اصلاح. او بيرسون البادي. بيرسون البادي لو جسم الشخص. بلان بلانس اند كنترول. التحكم بتاعه او التوازن بتاعه. يعني انت. الاستخدام فعالي جسمك. الحركة هتطلع دي سواء انت متتحكم في جسمك. او بتعمل التوازن. يعني انت هتقع وانت عملت حركة او رزنتي بها نفسك. زي كده. ده سهل خالص افهمه بالعربي. والكلامات اصلا الانجلش اللي فيه يعني سهلة. فوش كلمات افر. بصفح بفضل يا ما شاء الله. ليك تبقى اي فيها مش عارف. اه الهمية بتاعتنا. والله هي الهمية بتاعتنا اه ستة. بقول لك تومين تنين جود بلانس. دي والله مش هنعندنا دي من التعريف. ايه من التعريف او من التعريف? ده بقول لك ايه? عشان تديك توازن كويس. او اللي حفاظها على توازن الجسم. اذا انتم منتين. اه الحفاظ على توازن الجسم. ماشي. بعدين. يعني اقل الطاقة المطلوبة. يعني اقل الطاقة المطلوبة. والله لو شخص مسلا ادي نرجع كده فوق اكتر. ادي انا عندي كارتونة اه. فقدم ان ادي كارتونة. والكارتونة دي مسلا وزنها مسلا وزنها عشرة كيلو. تمام? وانا شخص والله انا يعني هرفعها الطريقة صح? وغير هرفعها الطريقة غلط. ازاي? هي غيرها على طول كده? هشوف كارتونة. اول حاجة هعملها ايه? من اخي دي هو واقف هنا. هيمد ايديك كده ما شاء الله دل اتنين. ويميل بعد ويميل ظهره يعني ظهره هيميل. ويمد ايدي الاتنين ويمسكها كده. طبعا هو هو خاص هو حصل حصل ميلان هنا. ظهره مالي. وهيمسكها. ما ان شاء الله هيحصله دسك. هيتعرفي ظهره. حتى لو بصدي خفيفة هيحس بقلم شوية. طب لو افتقد ان هو بعمل حركة دي كتير خالص هيشير عشرة كيلو. وهشير عشرة كيلو. وعشرة كيلو. وعشر مش هيخلص. هيبص خالص. طب انا هرفحها ازاي? والله انا اجل ما هجه هرفحها. اول حاجة مش هقف هنا. اقف لي هنا. هنا هنهي عدوة الكارتوني لأ انا هقف هنا. يا شفتو هلزق فيها. اللي حصل بسم الله. في عفريت في البنستور. هنقول ده فين بس ولا انا هنفضع منتج حتة دي ولا هنفضع منتجها. هنكون هنا. طبعا كان في كارتوني هنفضل بسمها. فانا ايه هرسمها هتعني لأسف ماشي. ادي الكارتونة. مش هرسم. ادي الكارتونة. واللي وزنها عشرة كيلو. تمام? فانا هرفح ازاي الصح والله انا هقف هنا عند الكارتونة. بصوا زي المسافة قرفت خالص من الكارتونة. رقم واحد هقعد في الارض. ازا انا هنزل رجلية هقعد في الارض. وبعدين همدي ايه دي على الكارتونة. بعدين هقف وانا شايلها. وها حاول اكني بحضن الكارتونة. وانا والرجلية هتكون بوضعية معينة والجسم يكون بوضعية معينة. ازا انا هفاخد بني من كل حركة بعملها. ازا انا مش هتعب نفس التعب لو هتعبه. يعني انا لو هو خد طاقة بزل طاقة مسلا مقدرها مسلا مسلا يعني مية. بزل الطاقة عشان يرفع قطوة دي. طاقة مقدرها مية. انا هبزل طاقة مقدرها اربعين مسلا. تفصوا زي انا عملت عملت قللت الطاقة. عملت قللت الطاقة المطلوبة. ده بس الاهمية. انت نفوت تفهمها. نقطة التانية احنا قلناها على كده. فتيج. اللي هو ايه? فتيج. اللي هو اه التعب المفرط. التعب زاد على لزوم. انت متعمل كنتم مرة لأ. لما تعمل بترقى صح بتتجنب التعب المفرط. ماشي. بعد كده. ايه ماسل سترين اللي هو اه سمودة اللي هو اتلى في العضلات او اللي هو في اجهاد عضلي اللي هو بتحصل لك العضل يحصل لها اجهاد. انت بتعمل كده بتعمل افويد. افويد انت بتتجنب. بتعمل تجنب المسل سترين. تمام? طب ليه? ان انت اصلا عملت في الانيرجي. فبالتالي لأ انت بتاعك لأ يكون عملت افويد اكسيديف فتيج عملت تجنب للاجهاد او للتعب المفرد. وبالتالي عملت تجنب برضو للمسل سترين اللي هو اسموه بالعربي اللي هو اجهاد العضلات. ماشي. انا بحاول تلها مع عربي كده امكان بس العربي مشكلة يعني مع الوقت انت بتنسى العربي بتحفظ الانجليش. شوف انت هتوصل لمرحلة ان شاء الله فك يعني في الكلية المتجبق اكتر كمان هتوصل مرحلة احسن. انك تتجنب اللي هو اصباط الفكر او اصباط الهايكل العظمي. مش احنا لما كنا فوق اللي رفحها بطريقة غلط ده. ظهر واجعه. او تعف العضلات مع الوقت. طب ما ده هو كده اصلا لا في مشكلة حاصلة عنده في انت ما تعمل بتريقة صح تتعمل تتجنب اللي هي اصابات الهايكل العظمي. تتجنب اصابة المريض. احتي دي مهمة خالص. بص يا سيدي انت ديك طالع من الكلية. ما شاء الله. او انت طالع من المكان عامة. شفت شخص. ادي الشخص. مغم عليه خالص حتى دي بص كده انا. او كده حزين مش مغم عليه مش عارف مغم عليه بص انا بقى تكون كده اكيد. ماشي كده مغم عليه. شفت شخص مغم عليه خالص انت. اه طب على الشيء ما هتخدق. انت هتروح مسلا. لو انت متعرفش حاجة ومتعرفش معلومات خالص هتعمل ايه? او هو في حتة فيها عربيات. والعربيات ماشي يا ما شاء الله هتدوسه ما فيش رحمة في البلد. ولا عربيات ماشي كده. هل انت هتعمل انت هتشيله? هتحطه على الرصيف. ادي الرصيف يا زيدي. انت هتحطه على الرصيف. فانت بص بقى الشيء ما هتعمل لك ايه? هتوقف انت هنا. هتحط ايديك. تحت رجليه. وايد التانية تحت رقابته. الله. حس انت شايله كده ايد تحت رجليه. وايد لو تحت الرجبة مسلا ايد تحت الرجبة كده. وايد تحت رقابته. وتمشي تحطه هنا بسلام. يا ايتك ما شلته. ممكن يتشلي ايه? يتشل. يتشل. تخيل ان ده جسمه كده. ده العمود الفقري. تمام? انت لما شلته من مسلا من تحت شلته من كده في حتة في النص اللي هي حتة الظهر دي. نزلت معك لتحت. حتة في النص دي. الظهره نزل تحت اصلا معك. يعني ممكن يحصل اصابة في العمود الفقري اه ممكن يحصل عملية الفكرة. حتى بيقول لك ده من المريد اللي هو مغمى عليه وكده في العمليات بتعملوش حاجة اسمه العناب الشعر. في حاجة بتحصل بسمع العناب الشعر ما كنتم اللي بتشوفها يعني ما فقط تحصل مسلا. في العناب الشعر دي لو شخص مغمى عليه ما حبكتش. يعني مش لازم تعملو عن العناب الشعر. ليه? لحسن تحرك لسو حركة حركة غلط. في العمولية الفكرة بتاعي يصاب. ممكن يصاب بيدي يقدل شلات ممكن يصاب يعني الاتصاب بيدي الوفاة خالص. حتى دايما تلاحظ ان الاسعاف لما تيجي بتيجي معها ايه? بتاع كده اسعافها تيجي بالزبط معها بتاع كده. لو قدي اتنين مسعفين هيحطوه على بتاعك الكبير خالص. دفاة واحدة هيحطوه تحتها كنحية الفطيرة. حطوه دفاة واحدة. ولما يجي نزلوه ينزلوه من عليها دفاة واحدة. عشان هما فهمين حتى دي. فانت لما تكون فاهمين وضعيات الصح. لا انت بلاحظة تتعمل ايه احنا في احنا فوق. لما تكون فاهمين وضعيات الصح انت بلاحظة دي بتعمل بتتجنب اصابة. واصابة نفسك برضو. خلصنا الكلام السهل اللزيز دخلنا في كلم برضو السهل اللزيز يعني مش صعب. مبادئ البدي ميكانيك. ودي مهمة وانا هتكلم بالراحة بهدوء وهسكت في نصف كمازل انت استوعب معي الكلام. بيقول لك ايه معي بيقول لك. يعني اعمل ايه? قيم الوزن لانت هترفعه. انا في وزن هرفعه. اقيمه. ده كام? هسيبيه مثال. لو انت شفت كيس فاضي او كارتونة فاضية. وحد وهمك ان دي كارتونة فيها مئتين كيلو. انت حاليا في الماركة كارتونة دي فيها مئتين كيلو وسيها فاضية. يعني هي تتشل مش بصبع انت تنفخ فيها الطير. تمام? تفعها خالص. بس انت حد وهمك اني فيها مئتين كيلو. فتداخل تشلها هتمسكها بقوة كده وترفعها. قال لها نفسك ازا حلقت الورا واقعت عضارك. ليه? صعبها خالص? لا. انت مو خفت فهم اني ديها هتقوم مجهود فضيع. لا. يعني انت بتشيل الهوى. بتشيل الهوى. فتعبت. والعكس برضو. فانت تكون تقيم الوزن اللي انت هتشيله. تمام. امتى الكلام دي اعمله? والله بيفون ليفتنج. مع الكلام منطقي. حمد اهداد خالص. هلنا اقيم بعد مرفع? انا ورافق قبل مرفع قوي. عندي وحدد. والله انا كاملة سمحت والله الوزن ده مية كيلو. لأ انا مية كيلو انا انا اضهرها جاني شوية ممكن لو سبعين لو مية كيلو لا اضهر صعبين. سمحت حاجة ممكن بس تساعد معي. هيرفع معي. فيش مشاكل. احدد. هل لو في مساعدة مطلوبة لو طب ده كام? لأ دي سبعين كيلو. لا سبعين كيلو تمام. انا بعد ما اقيم الوزن بعد ما عمل اصيس. امتى كان ده اصيس للزلود هحدد هل المساعدة مطلوبة ولا لا دي النقطة اولى معنا. حفاظها حفاظها تمام. نقطة تانية. افويد سترينشنج ريشنج انتوستين. ويتش مي بلاس بيقولك ايه نحن معنا حاجتين مش حاجة عادة. تجنب الانحناء والتمدد. وانك تلف وسطك. which may place the line of gravity. line of gravity اللي هو خط الجاذبية. ايه خط الجاذبية ده? دخلنا في زي. لا والله ايه ومش قصة كده. ايه بيقولك ايه بيقولك في حاجة معنا اسمها. ثانية كده. تمام ازرع. اسمها سنتر. تمام ديه حرف الايه ده. سنتر. اوف جرافتي. يقولك والله لو انت عندك مسلا مسلا مصطرة كده شايف المصطرة دي. او الشيء انت هتشيله هل من المنطق لو انت هتشيل هتشيل من هتشيل من هنا. يعني انت هتيجي تمسكها من هنا. فتلاقي في هنا الحملة هنا الحملة هيكون اكتر فهتميل معك. طيب لا لا امش امسكها من هنا. امسكها من هنا زكي لا اغلط ان افهمت غلطت امسكها من هنا. انا همسكها كده انا من هنا. وهشيلها من هنا. بديل اتنين اه هشيلها كده من هنا. طب ما كده. اللي حملة هنا اكتر فهتميل معي الناحية دي. طب الصح اشيلها ازاي. والله الصح اخليها اللي هو. اشيلها من نص. من مركز الجاذبية بتاعها هو. اللي هو بحيث هنا خمسين وهنا خمسين. انا هشيلها من هنا. اه لما انا هشيلها كده من هنا. فانا في اللحظة دي هتكون متوازنة معي. مش هتوقع مني. وانا مش حسي بنفس الضغطة. فانا هشيلها من هنا. ده اسمه ايه? مركز الجاذبية. بيقول لك ليه يعني? بيقول لك ان انا هعمل اه هفوفيت وزا يعني انا حقس يعني هعمل قسمة للمنطقة بالنص كده. لو بيكون في منتصف للمنطقة. واسمه سنتر اوف جرافتي اولاين اوف جرافتي. لو خط الوسط. اعنى كده. كده 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 ده خط وسط يعني. بس هي دي الفكرة هي دي الفكرة. وانت شايل حاجة من هنا تجنب انك تلاقي. يعني انت لو شايل شيء معين كده من المركز الجاذبية. تجنب انك تلف. انك يعني شايل شيء متلفش بوسطك. متنحنيش متمدتش. تجنب الحاجات دي. هنا البطل مع اه مين هو الباك. ليه الباك? بانت مركز الجاذبية بتاع جسمك مش مصطرة. ايه المصطرة بتاعتك? تجينة العمول الفقري. المركز الجاذبية بتاعك والعمول الفقري بتاعك. نحن عايزين نحافظ عليه. اه. انا مش بكلام عن مصطرة اكيد. تمام? فان البطل بتاعنا هو 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 الظهر. تمام? تمام ان هتكون اتفهمت. ايه بيقول لك ايه? نفس الفكرة. بص مش هو هنا بيقول لك. متعملش. سانة في القلم اه تمام. متلفش. متعملش تمده وتعملش ايه نحناءات. كأنه 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 بيقول لك. stand up straight. ققف مستقيم. انت مش هتلف. مش هتنحني او مش هتمي. مش هتمن ايه حاجة. معناها انها هتقف مستقيم. فكأنه ديه التفصيل دي. او معنى تاني دي. فبيقول لك stand up straight. طب ليه عمل ده كله انا يعني. والله. to protect the back. ليه احمل back? ننسيت انت الباك بتاعنا هو البطل. الظهر هو البطل في المنطقة دي. هو 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 وازود التوازن. ازود التوازن. انت نسيته ما احنا رفعناها هنا من كان فيه. ثانية ثانية. اه لما رفعناها هنا من فيه توازن. فان لما انا احافظ على البطل بتاعي اللي هو اذا انا بحافظ على اذا انا تمام. نسيت مخلصوش طبعا. اتاكمة بتاعتهم. بقول لك stand close to the object being moved. ماشي. يعني stand close. اه فاكل لما انا بشرح في اول خالص هو. كنت بقول لك لما ادي اتنين هيشيله بتاعه. ما انهم اتنين دول. واحد هيشيله بترقى غلط. فهيقف بعيد. وهيمدي ايدي. وهيميل ظهره. ده غلط اما انا هعمل ايه? لا انا هقرب منها خالص. انا كسة هطلع لها والله نطلع ولها معلاش. دفع انا قلت لك انا واعف هنا. وانا هقرب هنا خالص اما الثاني الزميل الثاني لا ده هيقف بعيد وهيمدي ايدي. لما امدي كلها مش ايدي بس هيقف بعيد وهيمدي ايديش انيش لها. اما انا عشان فاهم الدنيا فانا هوقف كده وهيمدي ايدي. فانا بيقول لك اه خليك واعيف قريب من الحاجة. بحس تمدي لها ايديك مادة بسيطة متمدش لك عالاخر. ليه ليه? اذا متمد لك عالاخر وتشيل انت كده هتحمع مفصل الكتف ومفصل الكتف مفصل ضعيف. مفصل ضعيف خلي بالك. فانت هتعمل. بيقول لك ايه بيقول لك ده. لو انا حسن ما بعمل بالاصفر ان انا كيني بدغط الكلام اللي بيكون بيقوم. بيقول لك. تشس كل يبينفذ على بعض والله. تشس مش هو كان بيقول لك هنا. تجنب الانحناء وانك تميل وانك لو انك تلف بوسطك كده او تعمل اي اي انحناء يعني بيقول لك يعني انه بيقول لك خليك بص لحاجة ما تلفش خلي وشك ونحلك كله للامام او للنحية بتاعت الاتجاه بتاعك انت تشيل فيه ليه بيمنع الانحناء الغير طبيعي الابنورمال مين تاكيام ده للبطل بتاعنا مين البطل بتاعنا البطل بتاعنا البطل بتاعنا هو الباك ايش مين الباك للفيلد سباين حبل الشوك او العمود او العمود ده اذا كله كله منفذ كله منفذ على بعضه تفهمت نقطه هتفهم لي بعدها تمام انا هادان شرحنا خمس نقاط تجنب الرافع يعني اتجنب الرافع والله انا ديني هنا مفوضة هرفع الكارتوني هي سيدي سبعين كيلو انا قد اشيل سبعين كيلو انا قد اشيل سبعين كيلو طب بعدين انا ممكن اشيلهم ممكن اشيلهم طب بس انها مفوضة اودي كارتوني هنا اخر الشارع وهي محكمة الغلط مفاش ازال مفاش حاجة يعني كارتونة مسلا فيها مثلا قماش سبعين كلو قماش يا في الدرجة فيها مسلا مش عالي فيها حاجة بس يعني غير قابلت كسر وكده. وانا مفوضة هاوديها هنا الاخر الشارع. عند اليافطة دي مسلا. انا مفوضة هاوديها عند اليافطة دي. تمام? تمام يا سيدي. طب والشارع بقى الله الشارع بقى عمه الحضر كده. فانا مفوضة هشيل الكارتونة واف ده نمشي وامشي وامشي. طب تزق الكارتونة. تديها زقة بسيطة كده دفعة. وصلت خلاص بالسلامة. هو منحضر بسرعة صغير وهو اصلا ما يلعبنا منحضر. منحضر كده. فانت تديها دفعة توصل بسرعة. صح. انت اسم في دور الخامس. والكارتونة دي انت بدل ما تنزلها على السلم او تعمل بها اي حاجة. ومفوضة اصنصير طب مسلا ما تنزلها اللي هو بتاعه زي السبت ده. اللي هو اسمه ده اللي بنزل سيت اسمه. انا كان اسمه. آآ نزلها قطع. نزلها لاجزاء. خلي حد يطلق ياخدها معك. ده كل اسمه ايه? ده كل اسمه ايه بتجنب الرافع. انا ممكن ارفعها. بس خلي الرافع اخر اخر احتمال عندك. لو ان سأت الاوضاع فانا هرفعها. تمام? فانت بقول له تجنب الرافع. يعني يا مساء لفها. عاملها عاملها اه اللي هو لفها. خليها تزحلها خليها كده. اهم حاجة يعني تتجنب الرافع. ماشي. اه هنا بقول لك ايه? بقول لك ان الطاقة المطلوب بتاعتك هتكون يعني اقل من انك ترفعها. انت لما الطاقة تتقدمها اول هتبزلها او الجهد المبزول اقل من انك ترفعها. لانا لما ازحلقتها من تحت كده. بزلت طاقة انا بزلت طاقة. ولكن لما ارفعها هبز الطاقة هبزي طاقة اكبر. انا بحاجة اوفر طاقة اوفر في المجهود اللي هعملو. بينسبول برضو تاني. اكدش راح لستة. فضل سبعة تمانية تسعة عشر حداش اه 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 احداشر واحدة اتناشر. واضح في اتنين تاني معانا مش مكتوبين هكتبهم قلاص تاني. اه بقول لك ان ايه اه اا اه 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 ارافك انت لابل بتاعك نفس الفكرة. كلهم الكلمة نفس الكلام اللي هو ايه? ايه مع مستوى خسر بتاعك او بصر بتاعك ماتميلش زيادة على اللزوم. انحناء بتاعك يكون على مستوى وسطك. ماتميلش زيادة على اللزوم تحت خالص كده. عشان انت تلافع حاجة. لأ انت راعي ستلافعها بتاحت خالص. انزل بروك بتاعك برجلاك الاول وقرب منها من كلوز. وارفحها. انا ماتميلش كتير خالص انت تلافعها. في نفس الوقت. قادي يسيد المريض. قادي السرير. بتاع المريض. ما شاء الله رسم زي زي زفت. اه مهم قادي المريض زي نفسه. قادي انت اهم ما شاء الله. بشان تشوف المريض لازم لازم هتعمل ايه هتمايل ظهرك كده. لازم تحصل الميلة. طب ما غلط الميلة. طب ان عندي حل هعمل ايه? باش بيكون في مفتاح كده في السرير هنا. هتلف المفتاح تبدأ تلف 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 تلفت لقي السرير ترفع معك. اه سيادة السرير هيكون مناسب للمستوى الوسطي بتاعك مسلا. فانت هتقدر تشتغل عليها عادي. واخد بالك. تمام. بحكية بقولك ان. اللي هو تجنب الاحتكاك. او تجنب باحتكاك الاسطح. احتكاك بين الاسطح. ازاي دي ايه? والله مسلا مسلا انت شايل مسلا شايل حاجة. انا كتفك. وفي نفس الوقت ماشي في حيط الزحمة. ماشي في حيط الزحمة. وفي حيطة جد بيك. انت بص تعمل ايه? يعني يعني الغلط ان انت هتعملوا ده. هتمشي بص الناس الزحمة تخبق شيهم. وتزق في الحيطة. فهتخبق اي حد ما عدد تخبطك في الحيطة. مغام يقصوا. الناس ماشي في الشهاد يا زحمة. ضغبة في الحيطة. ده كده في احتكاك بين الجسم انت شايله وكتفك. وبينك وبين الحيطة. وبينك وبين الناس. طب حالي الحاجات دي هساعدك انك توصل اسرع وتنزلها? ده هتعطلني. حالي الحاجات دي هساعدك انك توفر طاقتك? لا ده بالعكس هابزا مجهود اكبر. هو فهو بيقول لك تجنب الحاجات دي. طب انا همشي بعيد عن اه همشي في حيطة همشي في صح لا مش بيقول لك تجنب قلل قلل احتكاك. قلل الحاجات دي فبالتالي المجهود انت هتفزل هيكون اقل. وهتوصل اسرع. بيقول لك تجنب او تقليل احتكاك بين الاسطح. حلو خالص. بيقول لك النقطة اللي عليها دور بنت زنين. اتني رقبتك. اتني رقبك. لازم لازم انت يعني لو ادي ضهرك كده. ادي كده رجليك وانت بشاف انت لو هتنزل تنزل بضهرك كله. مش هو من شوية كان بيقول لك. اشتغل على مستوى الوسط بتاعك. طب انت لما تعمل النقطة دي اسمك عملت النقطة دي كان لك. ما تمايلش ما يلان فظيئ بالوسط بتاعك. يعني ايه? عم تيجي تنزل الحاجة. بنت زنيني رقبتك. تمام. بقول لك. ادفع. الشيء بلقت سحبه. ده كله هو بتجنب بتكلم فكرة ايه? فكرة تجنب الرافع. طب انا قصة ما فيش رفع. خلص ما فيش رفع. عندي عندي حاكلين تعني عندي سحب وعندي دفع. والله انا الشيء طب بدلا مسحبه هبزل طاقة اكبر طب ما زقه. الزق بتطاقة اقال من السحب يعني. يعني لو ادي نفس الكارتونة المحيرانة من الصبح دي. اهل ادي الكارتونة يا سيدي. والله انا عايز اوديها هنا. عايز اوديها للمكان ده. فانا هعمل ايه? اقف هنا. بعد ما اقفنا هسحبها كده. وهشدة هنا. واسحبها. وهشدة هنا. انا سحبتها فانا بزلت طاقة مسلا مية برضو. طب تخيل تخيل تخيل. لو انا مش اسحبها. ده انا هقف هنا. وهرفحها. يا وهامشي بيها وهي قاعدها هنا. لما والده كان انا بزلت طاقة. يعني بص لما ده حصل. كان انا بزلت طاقة مسلا يعني ده مسلا ده اثناء البل. السحب. لقد انا عملتها ليفت. قول مسلا ميتين طاقة. مسلا يا. طب ونعين طريقة احسن. انت بدأت كده او كده. لو ما فيش محاضر او كده انت قاعد هنا. لا وعملها بوش. زوقها. هلاقي نفسك عملية البوش خد منك مسلا مسلا الطاقة اللي بزلتها سبعين. لو لاحظت هتلاقي ان الليفت. اكتر شيء بياخد طاقة وبتعب. مش كده هو هتطل لك نقطة كاملة تجنب الرافع. طاقة اقل. طب لو انا عيني خيارين بين البول والبوش لا هاخد البوش هو اللي بيبزيل طاقة اقل اقل اقل. تمام. بعدين بيقول لك ايه? بيقول لك اه. ايه دي? هي مش هي مش هي بيقول لك هنا ايه? ايه? هنا في غلطة. نقصد اللي هو الاجهزة. ايه مش اجهزة هي اللي هو بيقول لك استخدام الاجهزة المساعدة او الاشياء اللي بيساعدك. زي ايه مسلا? زي انت عابيتك اطلت مسلا بدلا بتجيب عشر يزقوها لحد داخل الشارع. طب مطلبوتهم اتطلع الحبل ده اللي بتحطه في عربية تانية شخصي تاني يساعدك. ويوصلك حد داخل الشارع. اللي فيه مسامي ميكانيكي. اخد بالك. فا اه لا دي دي يعني طب دي جهاز اه دي تطبق اداة هتساعدك. انك توفي الطاقة. طب هو يتعب هو يتعب ليه? ده المطور هو اللي هيشدها. هو نفسه مش هيتعب التعب. اه ازا خلاص ماشي. اه حزامي. زي مسلا حزامي الماشي. زي الالواح المنزلقة اللي بيقولوا عليها دي. الحاجات دي اسمها اجدها بساعدك. ماشي. كان بسيط والله. واخر النقطة. انا بالقضي اشيل حاجة ما شلهاش. ما عمش فيها اللي هو انا الشخص الفضيع الجامل يفيش مني اتنين. عشان لما ضه يتعب انا. لما ضه يتعب حدش هينفعني يعني. مش هلت شيل حاجة ما تشلهاش. طب انت مضطرة تشيلها يعني تماند شيل حاجة. ممكن لسوا مساعدة. ما حدش يقول لك لا. تمام. كده احنا خلصنا ايه? كده خلصنا احنا مش عارف. خلصنا البنسبول ولا لا لا. خلصنا لسا خلصناش البنسبول. لا 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 ده. كان نفسي خلصتها والله. اه نقلناها دي. ماشي. لا ما قلناش تقط نقاط دول. بيقولك لما احنا بصل الوسط بتاعك. ده ليه? ليه الكلام ده? والله بيقول لك الكلام ده اه انا بعمل فيه. يعني زي بعملها اه فين نقطة انا بقولها دي. ماشي. انك تتجنب اللي هو ايه تتجنب اللي هو مسلا اللي هو الحمل الاكبر مسلا انت هتعمل ايه? يعني انت الجنب يحبه اكبر سهنا عادي اديك مثال. اللي هو فيش مثال في الماغي ايه ده. كانت كون فيه في كتاب امسلا انا عادي ايه. نفس امسلا اصلا شحن شوية. لو بيقولك عن ايه فوق? مشان افوق قلتلك ان انت لو قرتنا معك هتميلها لما انت تعمل عمصة الوسط بتاعك فتتنى ركبك. فانحناء هيكل. هو برضو كاته المسال زي يعني حاجة زي كده اللي هو ايه لو انت لما تعمل. تانية. تانية. تتجنب الانحناء. بس المسال يعني فكرة تعتمسال زي ما انا قلتلك اللي هو حكاتك كارتوني دي وكده. طب ماشي. بيقولك ايه نفس الفكرة برضو انا شرحت ايه كده بحس ان الكنابش تشارح انا. لما كنت بيقولك عن المريض انت زي هتميل المريض ده ارفع ارفع سي هنا بيقولك ايه ارفع الشيء لمستوى مناسب افع الشيء او السرير. لو ده لو ده ممكن. ممكن هرفعها مش ممكن خلاص انا هتطر. واخر حاجة دونت بنت زاوست اللي هو نفس الفكرة ما تتنيش او ما تنحليش بواسطك. يعني انت هتنقدل انا حساس بسلا ان حماد اهل الخاص متكررينين مع نفسهم كده. بس ما يضروش. كينو بص كينو بيقولك كينو بيفصل لك التفصيل. ما شاء الله يعني فيه تفصيل للتفصيل. ياب بيكونوا خلصوا. بيانسي خلصوا. دي سما خلصوش برحك عليك. فيه اتنين انا في دماغي. هكتب هون. بيقولك هنا ايه بيقولك لازم حاجة اسمها اا بالاحمر. ويد. بيز. اوف ساب بورد. على فكرة المثال بتاع اللي هو للامانة يعني. اللي هو بتاع مين ده. اللي هو بتاع لك ان هو الكارتون او الكلام ده انك تميله الكلام ده. مش مكتوب نصا في الكتاب يعني. انت بتفهم وبتطلع انت الامثل على نفسك. او بحاو تدي امثل لما يفهمك الكلام. انا بحاول ديكو امثل. ممكن يكون من كامل الدكتور ذات نفسه ماشي. الدكتور هو بشهر اصلا في ايه كله يعني بيدي امثلة. مش رطي يكون كل امثلة مكتوبة في الكتاب ده. اللي هو قاعدة واسعة من الدعم. ايه قاعدة واسعة من الدعم. والله لما جانا اقف هقف كده عشان نخلص الفكرة دي. كده صح. طب الغلط ازاي? الغلط كده. انا هقف كده. بصر هنا القاعدة بتاعت الشكل ايه? لو بمستوى ايه? بمستوى بتاعي. اللي هو ايه اللي هو الكتف. بمستوى رجلي مستوى كتفي. يعني برضه مش هفتح حوضا يعني مش هوا فافتح حوض ويقول كل ما وسع الدنيا كل ما يكون الدنيا ده غلط. مش هفتح حوض. بمستوى كده في. يعني اما هنا لأ. انا قاعدة صغيرة هنا مضيق رجلية. كده غلط. دي الفكرة اللي هي ايه اكتبها عندك لو لو انت معك البوردن اللي بشرح منه ده. اخدتوا مني يعني فانت اكتب النقطة دي عندك. انا مش كاتبها بكتبها قدامة قليلا. في نقطة تانية اه في نقطة تانية. شفح ايه تفاضية بس. ماشي. نقطة اللي بيقول لك ايه? بيقول لك ان انت لازم بتعمل بروبر بادي اللي هو شيء منصق او تنصيق. انك تحافظ او على تنصيق الجسم. ازاي? من خلال انك تعمل لمين? مش عارف اكتبها في الزحم هنا. انه انه نقلتها تاعم شطور. شطور خالص. نمسح الدين احنا. لو حدا اني بناملي كتابة بيكون سريع شوية كده يعني وسالس اكتر يبعتلي اسمه. بحيس بحيس لان اعمل ايه? اعمل الوضعية صحيحة. لمين? ربع حاجات. مين اللي هم الابطال بتوعنا? ولايتشاين او الشين هنا. لي الزقن والشوردر انه الكتف والباك الاسود خليها زي اخواتها والباك اللي هو الضهر والابدومين اللي هو البطن. ماشي. بقول لك طبعا ضهرك مفروض رجليك في مستوى كتفك. اه بطنك اللي هو مش دودة يعني لحد ين ماشي وايه. وشنه زقنك للاعمان مسلا او مرفوعها حدها. احنا خلصنا بالصفحة دي. خلصنا دي الحمد لله. كده خلصت خلص. ده ممكن ممكن توقف الفيديو. وازاك حتيلي كورس خالص. انت كده لمت الكور بتاعت المحاضرة. كور المحاضرة هي دايما وهي دي اللي هتسئل فيها في الاغلب. اللي هو يعني كده المبادئ العامة او الاجراءات العامة. يعني اجراءاتك كده اجراءاتك عامة. واخد بالك في الموضوع بسيش بازن الله. بيقول لك ايه? الكناب كل تحسوا بالك كده. بيقول لك كيب كيب خلي جسمك في حالة بدانية كويسة. بحيس انك تتجنب اصابة. ازاي? بانك تعمل يعني تعمل دي كلها انك تخلي بتاعتك وانك لما تتميل بتاعتك الاول. لا لا خلي جسمك يعني اعمل هيكون جسمك بالتالي تتجنب الاصابة او تمنح هتمنع الاصابة كمان. بعدين هتستخدم اعضلات ايدك ورجلك قدر الامكان. ماشي. نفس الفكرة فاك لما قلت لك فوق في ورجعت تاني في ورجعت تاني في وقلت لك لما عندش المعلومة هيقف بعيد ممكن ويمدي ايدي كده هيحامل مفصل الكتف وخلي بالك مفصل الكتف ضعيف. انت مفوض تكون قريب من الحاجة. فتكون منها. اه. فلما تكون فبتلي يعني قضي امكان تكون قريب من حالي انت بترفعها. خلي الشيء على ارتفاع مريح اتفاع مناسب. فاكه السريع بتاع المريض. تخليها ارتفاع مناسب. اه بحس تتجنب الانحناء المفرد. انت اكيد هتميل. انت اكيد مش واقف يعني اللي هو مستقيم على طول كده. مع كده هتميل. بس منها كويسة. عشان تتجنب الانحناء المفرد. بعدين. اه. بص هي النقطة مش منتقلش فتحسها. بس انه بقولك ايه انت انت هو بتشيل حاجة. او قبل مش هلها حرك يعني يجريك للامام والخلف. كنت بلتمرجح كده. عشان تستخدم وزني جسمك. كله. لما ديك تدفع حاجة انت بتتحرك كده. هزوقها بقوة اكبر من انت هو سابت. هو بقولك كده يعني كانه. اه. 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 اخذني اعزلق شوية. اه. اه. نقطة دي مهمة خالص. وقفت الفيديو شوفك عشان اشفد لكم مثال. لديت ان هو ايه احسن مثال اه فاكرين ان هو. لما مش هطلع ماشي. هنا بيقولك الاول بس هنا بيقولك. تخلي ان جسمك يكون حركة في اللي هو ايه. شيء منصك. كوردينيتد كوردينيتد. 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 رزززان اللي هو بدلا من جيركاي او اللي هو ايه اللي هو ايه الحصبي او المتهيج او بس اللي هو ايه شيء فيه تشنج. تشنجات. ما تكونش قتنشان خالص كده. لا لا تكوني شيء منصك شوية. ازاي منصك. فاكر فوق للموتاك اربع ابطال لوما ميه لهم الشوردة اتشن. الابدومين والاااا. وسموه الاخير ده. والاااا اللي هما ايه نسيتهم. اللي هما اتشن الشوردة يكتف. الابدومين اللي هي الابدومين بتاعتنا اللي هي البطن. والباك اللي هو الظهر. اه. الخاص مش هطلع. بس هما الاربع دول. لما يكونوا في انت بيكون في جسمك منصك. باخد باك من كلمة منصك. فهو بيقول لك كده. تحافظ على كده. النقطة الاخيرة. نفس الفكرة. الطاقة بطلوبة بتكون اقل. انك تحفظ الشيء ان انت بتشيله يعني ان انت هتحركه وهتزوق وهتشيله. لأ هدخل الطاقة اللي عندك اقل. ده كله اصلا تحس هو كلام بسيبك ان هو مش هقولك ان هو حشو انا عاكم ان في حشو كتيه خالص. وحس ان فيه كتيه وراغي. بس تحس ان اقلتش حاجة. هما لدينا عملت وحس ان هما قال لهم لك في والله. بس الشكل تحس مختلف شوية يعني. تمام. بقول لك اه اخر حاجة في المحاضر بي ما شاء الله التكنيك. التكنيك بتاعتنا هي لفتنج سيتنج كارينج بوشنج. اه بولنج بوشنج ريتشنج. لو انك ترفع حاجة او انت وانت 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 انت وقاعد انت وبتحمي اشياء. بتعملوا سحب بتعمل تفعيل توصيل. كيب الماين الكلام ده فين? الكلام ده في الليفتنج. لكس كده في الليفتنج يعني الكلام ده تبع خاص بالليفتنج. بيقول لك ايه? بيقول لك. يعني ايه? يعني والله بيقول لك ان انت لما تيجي تامل حاجة بيقول لك بيقول لك في اول جملة هنا تحديث هنا. اللي هو ما تحاولش انك لما تشيل حاجة انحان الامام. يعني لا تحاول رفع عن طريق انحان الامام. ما تحاولش الماين اللي قدام مش اخطك شي لحاجة. او ما لعمل ايه? اتني الاوراق والركب. اتني وركك وركبتك. كأنك كأنك بتلعب سكوات. عارفيني لابس سكوات في الجام? بالزبط. كأنك بتعمل سكوات. ماشي. ده بيعمل ايه بالزبط? اه. خلي شيء قريب من جسمك. النقطة دي انا قلناك دي خلص خلي الشيء قريب من جسمك انت مترفعش الشيء سكويل يعني. يعني لو او حاجة الشيء سكويل متفحوش دي النقطة التانية. بس انت تكون قريب من حاجة حتى او سكويلة تحس الحملة اخف شوية. يعني هي سكويلة. انت وبعد عنها اسقل. فهم الفكرة دي? انت ده بيكون تمامي. تاني. ماشي. بيقول لك ايه. قلتها برضو وضعتها. انه انت خالص بترفعش. بفعش فوق مستوى الكتف. لان كده انت لما ترفع شيء فوق مستوى الكتف انت بتحمي عدد بتحوى على مفصل الكتف. ومفصل الكتف مفصل ضعيف خالص. تمام. بعد كده بيقول لك ايه? بيقول لك ايه في الاخير ايه. انو خطي دي تحسها يعني انه هو انت ايه. تجنب الانحناء او تجنب الا ما تلفش بجسمك وانت شايل حاجة قيلة. هي دي مختصة بتاعها. ما تلفش بجسمك وانت شايل حاجة قيلة. هتلاقي ايه بس قبل ما اقول سان كيو. بس انا عايز اخلص قبل ما النور يقطع. انت اخذ في الاحمال عندي. هيبدأ. هتلاقي اني في الكتاب عندك. في اللفت تكتب لك شورت كده. يعني شورت ايه شورت زي شورت اساليب كده. شورت نقاط. في سينج شورت نقاط. في الكانيك شورت نقاط. في البولنج شورت نقاط. في البوشنج هكذا. في كلهم حسهم جايين من البيانسابول. كلهم اللي هو مبادئ وانت بترفع. وانت بتدفع وانت بتعمل كزا وانت بتعمل كزا. هيقول لك مسلا ايه خلي ظهرك مفروض. تحب خلي ايه فانت افهم البيانسابول وكده. دول ارعوهم في الكتاب. لو فيهم حاجة جديدة افهمها بالعربي ثم احفظها. تمام? وانت ما تنفسك فهمت انا فهمت اه طب انا فهمت الدنيا. حلو الفهم. واحفظ برضو. احفظ زي مسلا على الاقل اكتب الحاجة مرة بيدك. وانت مركز. وعلي صورة فيها وكده. كده طبعا من حضرة كلها خلصت. الحمد لله رسا نوم بتقطاش يعني. آآ آآ سبحانك الحمد لله لازل هذا لهذا وما كنا نيهتدي لو لان هدنا الله. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله لانت. نستغفرك ونا توبق اليك.